القضية اللي الله بارك لها ويجعل طهور ونور نعمة العيون هذا والبصر هذا نعمة الحقيقة لا يوازيها نعمة صحيح يعني قد لا يعرف ويقدرها إلا من فقدها لكني ذكر ذلك الرجل الذي عبد الله منذ أن وعى وهو يعبد الله جل وعلا فلما مات بعث فقال الله يعني أتدخل الجنة بعملك أم برحمتي فقال بعملي لأنه ما كان إلا عبادة وعنده ماء يشرب منه ويأكل من هذا الثمر الذي عنده كأنه هو من الرهبان الذين انقطعوا لله قال الله جل وعلا عندما قال أدخلوا بعمل قال أؤتوا بنعمة من نعمي وهي نعمة البصر فوضعت ووضع عمله في كفف فرجحت نعمة البصر قال فأخذ به إلى النار فالتفت فقال برحمتك يا رب فأدخل الجنة فنعمة البصر هذه يعني شف كم لنا وإننا نشوف به تستمتع بالألوان وتستمتع بالخيرات ولي طرعت البردلت هذا اللون الأخضر وهذا اللون وهذه الجبال وهذه أحدهم فاقدا لبصره فلما عاد له قالوا وش الأكثر شيء كنت تتمنى أن تراه قال المصحف كنت بدي أشوف حروف القرآن فنعمة البصر نعمة عظيمة فأسأل الله يتم نعمة على أبو محمد وعلى الجميع أنه جودا كريم والمشاهدين الله أجزاك خير على التذكير الطيب يا أبو عمر وارك الله فيك نبدأ على بركة الله بسم الله